حكم من ينكر مسل السحر والعين والجن أخوي إبراهيم بارك الله فيك أولا بالنسبة للسحر ذكره الله عز وجل في القرآن قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فترة فلا تكفر وقل جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتوا يقول جل وعلا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصره عمل المفسدين النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات فذكر الإشراك بالله ثم السحر ثم السحر ولذلك السحر حقيقة موجودة بين الناس ولا يعرف عن أحد ممن يملك أدنى مسكة عقل أنه ينكر السحر فالسحر موجود وهو على قسمين وضربين من حيث الإجمال حقيقة وتخيل فهناك سحر حقيقة يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه وربما يجمع بين البغيضين هذا موجود ذكره الله عز وجل في القرآن وعندنا أنواع السحر سحر العطف وصحر الصرف وهناك تخيل سحر التخيل كما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أمر الثاني ما يتعلق بالعين العين حق قال الله جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون قال أهل العلم من أهل التفسير في وجه من أوجه التفسير ليزلقونك يعني يصيبونك بالعين والنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق وثبت عنه أنه صلى الله وسلم عالج حالا من الصحابة أصيب بالعين وهو سهل بن حنيف رضي الله عنه وتغيض على من عانه وأصابه بالعين ولذلك الإنسان لما يعود أولاده يقول أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة هذه كانت تعويذة إبراهيم لابنيه إسحاق إسماعيل وإسحاق وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ بهما الحسن والحسين ابني فاطمة وأيضا عندنا سورة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس هذه تعويذة لهذا الغرض الأمر الثاني ما يتعلق بمس الجن للإنسي وتلبس هذا يعني متقرر عند أهل السنة والجماعة لا يعرف عن عالم من علماء السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أنه ينكر تلبس الجن بالإنسي لا يعرف عن أحد منهم قد حكى هذا غير واحد من من لهم عناية بالاستقراء استقراء أقوال العلماء واستقراء النصوص وقال بأنه لا يعرف عن أحد من أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه ينكر تلبس الجن بالإنسي ولذلك قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من المس والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولذلك أمرنا بالاستعاذ منه ووجدت حالات واقعية حقيقية على أن جنيا تلبس إنسيا ويخرج منه وهذا معروف ويعني حكى أئمة الإسلام أكابر أهل العلم على أن هذا ممكن على أن تلبس الجني بالإنسي ممكن ولذلك نحن لماذا أمرنا بالاستعاذة ليش الآن الإنسان لما يخرج من بيته يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم ويسأل الله الهداية والحفظ والصيانة لما يدخل المسجد لما يطرع المسجد لما يأتي ينام لما يستيقظ كل هذا ذكر وتعويذات حتى يعني يحفظه الله عز وجل من الشيطان أما قضية الحكم الشرعي فهذا راجع للقضاة أخي الفاضل يا أبا إبراهيم يرجع إلى القاضي لأن هناك من الناس من يجهل ولذلك يعرض على القاضي الشرعي فيفهمه ذلك هناك من عنده تأويل يعني بعض يوجد من العلماء عنده تأويل في هذا فأيضا يفهم ولذلك ما يجوز إطلاق الحكم على من مثلا ينكر دخول الجن بالإنسي وإنما يقال يعرض على القاضي لأن القاضي هو الذي يستفصل ويستفسر ويجتهد في حالته ترجمة نانسي قنقر